تواصل قوات مكافحة الإرهاب في العراق استعداداتها العسكرية تمهيدا لدخول الساحل العمل للموصل وتحريره من تنظيم داعش وقالت مصادر عسكرية أن داعش يحاول تعويض خسارته في الساحل الأيسر لمدينة الموصل عبر تنفيذه بعض التفجيرات الانتحارية بالمناطق المحررة على غرار ما شهدته أحياء الزهور والنور والانتصار وغدات مظاهرات وسط العاصمة بغداد دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر المتظاهرين إلى عدم ممارسة العنف بوجه القوى الأمنية مشددا في الوقت نفسه على مطلب إزاحة مفوضية الانتخابات سياسيا وعقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال رئيس وزراء حيدر العبادي أن العراق لا يريد أن يكون طرفا في أي صراع أقليمي أو دولي